شارك وزير خارجية سامح شكري في جلسة الحوارية بعنوان إقليم من الفرص من البحر المتوسط لبحر العرب خلال أعمال منتدى رئيسينا المنعقد في العاصمة الهندية نيو ديلهي وفي بيان أشار وزير خارجية إلى سعي شعوب المنطقة للتكامل مع العالم والدور الذي تلعبه مصر في هذا الشأن بحكم موقعها الاستراتيجي وتنوع علاقتها وشاركاتها في مختلف الأطر مستعرضا الجهود التي أضلعت بها مصر خلال السنوات الماضية لتعزيز التنمية الاقتصادية كما تطرق لأبرز التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي مشيرا إلى أهمية التحليب الشفافية والتعاون وتجنب تسييس موضوعات التغير المناخي وأكد شكري على ضرورة استناد عمل المناخ الدولي إلى آخر ما توصل إليه العلم حول التغيرات المناخية من أجل الحفاظ على أهداف اتفاق باريس لخفض معدلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية